اسا ناخذ اول موضوع اللي هو رسم الدالة المطلقة طبعا انت عندك 3 مواضيع واحد اللغة بقى موضوعين اللي هو رسم الدالة المطلقة وحل او ايجاد مجموعة الحل معادلة تحوي على دالة مطلقة رسم الدالة المطلقة ارسم الدالة المطلقة واي تساوي اكس زائد نين ارسم الدالة المطلقة طبعا سواء هذا الموضوع والموضوع الثاني اللي هو حل معادلة راح نبدي بالتعريف راح نبدي تعريف القيمة المطلقة يعني انا افرض الفرضي تين الفرضيه الاولى انه ما موجود داخل في العي القيمة المطلقة موجب ومره سالب فيصير اكس زائد اثنين مرة بالسالب هذا الاكس زائد اثنين لكل اكس زائد اثنين اكبر ويساوي صفر صار قلنا احتماليا بخطة واحدة وهنا لكل اكس زائد اثنين اصغر من صفر وتطلع الصور النهائية بهذا الشكل الصور النهائية هذا الموجب من يتوزع على القوس ما راح يأثر على الاشارات فيبقى اكس زائد اثنين اما السالب من يتوزع على القوس راح يغير اشاراته اكس سالب والثنيان ايضا يصير سالب اما بالنسبة الفرضية الاكبر والاصغر من الصفر فانحلها كدرجة اولى ينقل الثنيان للجهة الثانية راح يصير لكل اكس اكبر او يساوي سالب اثنين لان هي موجة اثنين تنقل وصير سالب اثنين وهنا لكل اكس اصغر من سالب اثنين صار عندي صار عندي شكليا للدالة المطلقة صار عندي شكليا شكل اكس زائد اثنين والشكل الثاني سالب اكس سالب اثنين كل شكل من ذنين راح يتحول الى مستقيم بالرسم كل معادلة درجة اولى من ترسمها او حدودية درجة اولى من ترسمها اصير على شكل مستقيم راح نسميه المستقيم المستقيم الاول او تكتبه اكس زائد اثنين راح نطلع مجموعة نقاط ونرسمهم اول راح افرض اكس وعوض الاكس هذي بالدالة واي اللي هي هنا صار صورة اكس زائد اثنين مع المستقيم الاول عوضها به راح تنطيني النتيجة هاي النتيجة راح اصير على شكل زوج مرتب هذا الجدول وتقدر تختصر بالجدول يعني مجرد اكس واي بس اكس وقيمة واي هذا الجدول راح ينطيني القيم اللي ارسمه طبعا قيم تين كلش كافي لان هو يطلع خط مستقيم المستقيم لو العلم من عنده نقطتين ممكن رسمه راح ابدي اول قيمة ااخذها هي الحد الفاصل يعني هنا اكس جئت سالب اثنين وهنا سالب اثنين سلمها الحد الفاصل فاناخذها نفسها يعني لازم هنا يجباري انه تبدي بالسالب اثنين نفس الحد الفاصل هذا اجباري اعوض السالب اثنين بالدالة مستقيم الأول قلنا دالتها x زائد 2 راح أعوضها بها راح أصير سالب 2 زائد 2 سالب 2 زائد 2 ما قد يصير 0 إذن أول زوج مرتب هو سالب 2 0 أجي أخذ عنصر ثاني رقم ثاني هنا x هي أكبر من سالب 2 أخذنا السالب 2 نأخذ عدد أكبر من سالب 2 طبعا الأفضل الأفضل إنه تاخذ الأكبر من سالب 2 مباشرة اللي بعده بعدد ما لك حلاقة بما موجود المثال المحلول بالكتاب المثال المحلول بالكتاب يعني ما بي تحقيق هذا بي شغلة تحقيق إثناء الحل أخذ اللي بعد أو أكبر من سالب 2 مباشرة وهنا نأخذ الأصغر من سالب 2 مباشرة يصير تحقيق أثناء الحل وهذا من ننتهي من المثال أباريك التحقيق فهنا أخذنا هذا سالب 2 أخذ أكبر منه مباشرة اللي هو سالب 1 فيصير سالب 1 زائد 2 نيا ناقص 1 1 إذن العدد الثاني أو الزوج المرتب الثاني هو سالب 1 1 هذا شنو هذا المستقيم الأول أجي هسه المستقيم الثاني المستقيم الثاني صورة النهائية سالب 2 اللي هو سالب X سالب 2 أيضا راح أخذ عناصر X وعوضها بسالب X سالب 2 راح تنطيني قيم Y وهذا القيم Y راح أسويها على شكل زوج مرتب وأرسمه نأخذ قلنا الحد الفاصل الحد الفاصل هو سالب 2 إذن لازم أخذ سالب 2 طبعا هنا السالب 2 هو ينتمي بالحال الأولى اللي بها يساوي هنا لا ينتمي هنا X أكبر ويساوي سالب 2 فأخذنا سالب 2 هنا X أصغر من سالب 2 يعني سالب 2 ليس من ضمنها لذلك نكتب فجوة فجوة أي لا ينتمي يعني هسا هي سالب 2 والنقطة اللي راح أرسمها هي لا تنتمي للمستقيم الثاني لكن نحن نأخذها حتى يرتبط رسم هذا المستقيم الأول مع المستقيم الثاني فنكتب فجوة تنوي على أنها لا تنتمي ونأخذ بعدها مباشرة هسا لايك شون فائدة المباشرة X أصغر من سالب 2 X أصغر من سالب 2 منه لا أصغر من سالب 2 سالب 3 مباشرة يعني أنت تقدر تأخذ سالب 5 سالب 7 أي عدد بس أنا أفضل المباشرة يعني بعد السالب 2 أصغر منه ليش هناك طرعت عندك النتائج صفر واحد هنا حتماً تطلع عندك صفر واحد حتى إذا ما انتهت أثناء الحل ما تطلع عندك صفر ما تطلع عندك واحد معناها عندك خطأ يجوز خطأ في هذه الدالة من صفرتها مثلاً هنا نسيت تضرب السالب في موجب بقى موجب يبين عندك أكل خطأ كأن هناك حد الفاصل ما ضابطي أثناء الطرح ما ضبطي أثناء الجمع ما ضبطي فهنا يصير عندك إذا أخذت عددياً متتاليين مباشرة وعددياً متتاليين مباشرة حسب مجموعات هناك المجموعة التعويض أكبر والأصغر تطلع عندك الواي نفس الواي الواي نفس الواي صفر واحد بعدها صفر واحد أنا هسا راح يطلع عندي هنا صفر يطلع إذا ما طلع الصفر يعني أكون خطأ عندك خطأ ما بهذا الحل أو شوفين بعد فيها النقطة فنجع وضع سالب سالب أكس سالب سالب 2 ناقص 2 سالم سالب 2 صار شنو موجب 2 ناقص 2 صفر هاي نتيجة صفر إذا أنا حدلي مضبط سالب 2 صفر فجوة لازم نفس النقطة سالب 2 صفر سالب 2 صفر العنصر البعدها سالب 3 يعني سالب سالب 3 ناقص 2 سالب في سالب 3 يعني موجب 3 ناقص 2 واحد طلعت نفس النتيجة واحد إذن ما عندي خطأ سالب 3 واحد ثم أطلع الواحد هنا راح أشكل ناقص خطأ يجوز أنا غلط بهالإشارة غلطت بهالإشارة أصلاً هنا أنا ما موزحها عدل فأفضل يكون عددين بالتسلسل بواحد بعد الثاني حسب المجموعة نجح سعر الرسم سنجح على الرسم رسم المستقيمين اللي طلعنا النقاط أو أزواج مرتبئ النظام الإحداثي هذا المحور العمودي الصادي وهذا المحور الأفقي السين ناقص الأزواج المرتبة اللي طلعنا بالنسبة للمستقيم الأول أول زوج مرتب كان سالب 2 يعني الـ X سالب 2 مقابل الـ Y هذا سالب 1 سالب 2 صفر الـ Y ما كوي على نفسه راح نصير سالب 2 صفر هذا الـ X وهذا الـ X السالب النقطة الأخرى سالب 1 و 1 يعني الـ X سالب 1 والـ Y 1 هذا الـ X سالب 1 وهذا الـ Y 1 يعني راح نصير هنا هاي النقطة هي سالب 1 نقطة ينقلنا كافي لأنه هو خط مستقيم راح يستمر النقطة هذه نقطة البداية إذن منها راح نصعد بالأعلى ويستمر يعني هاي النقطة دائماً تصير نقطة البداية يبدأ منها الخط المستقيم يعني مترسبة في الصورة هاي نقطة البداية منها ويصعد إلى ماله نهاية هذا المستقيم الأول نربز لـ L 1 أو تكتب معادلة مالته أو مدالة مالته X زاعد المستقيم الثاني أول نقطة مالته لازم نفس النقطة يعني سالب 2-0 هي نفسها سالب 2-0 نعم ما راح نعينها بس نخلي دائرة مفتوحة نكتب عليها فجوة فجوة لأنها لا تنتبه للمستقيم الثاني المستقيم الثاني سالب 2-0 أخذناه فقط حتى يرتبط هذا المستقيم مع المستقيم الثاني فنخلي فجوة باعتبار أنه لا ينتبه النقطة الأخرى سالب 3-1 X سالب 3-Y 1 السالب 3 هي سالب 1 السالب 2-3 مقابل 1-Y هذا الواحد-Y يعني نطلع هنا يعني هاي النقطة هي سالب 3-1 ونرسم خط مستقيم يبدأ بين بداية المستقيم ويستمر للأعلى هذا نرمز لأل 2-2 أو تكتبه سالب X سالب 2-2 الرسم طلع على شكل رقم 7 ودائما يطلع على شكل رقم 7 أو على شكل رقم 8 يطلع بهالشكل أو هذا الشكل دائما الرسم ودائما يكون متصل بلقطة وحدة يتكون فجوة بالنسبة للمستقيم الثاني دائما قيام L نفسها إذا أنت ما أخذهم بالتسلسل يعني البعض إذا يطلع الصفر ليس صفر أي 2 مقابلها أيضا يطلع 2-Y إذا طلع 3 مقابلها 3 يعني يطلع رسم متناظر دائما الرسم هذا يطلع متناظر هذا المثال الأول ترجمة نانسي قنقر